اهلا بكم مجددا مشاهدنا في ظل تزايد انتهاكات الاحتلال مجحثة بحق فلسطينيين سواء من خلال القتل العمد والحواجز العسكرية وتعطيل الحركة وهدم المنازل والاعتداء على المقدسات والاعتقال وغير ذلك لابد من ان تحاصل دولة الاحتلال على جرائمها فاين تقع فلسطين على الخارطة القانونية في ظل هذه الاوضاع تفاصيل اكثر حول البعد القانوني للانتهاكات الاسرائيلية يغضحها لنا ضيفنا من داخل الاستوديو مدير دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق الأستاذ عليان محمود عليان تحسين عليان أهلا سألتك اعتذر عن خطأ بداية عندما نتحدث عن كل هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال كما ذكرنا بشكل ممنهج وبشكل متعمد سواء القتل العمد سواء من قبل قوات الاحتلال وأيضا من قبل المستوطنين والذين يمارسون جرائمهم بضوء أخضر من قبل قوات الاحتلال كيف نواجه هذا الموضوع على المستوى القانوني إذا أردت أن نتحدث عن التكييف القانوني لهذه الانتهاكات فيمكن أن نقول أن غالبية أو الكثير مما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين في الأرض الفلسطينية المحتلة يمكن أن يندرج دمن إطار الجرائم الحرب وقد يصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بكيفية استثمار ما يجري قانونيا أمام هيئات قانونية دولية بموجب القانون الدولي بالإمكان استثمار ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية وخصوصا بعد انضمام فلسطين لهذه المحكمة ولكن علينا أن لا نفرط في التفاؤل في هذا الجانب لأن عملية المسائلة والمحاسبة أمام هذه المحكمة أو محاكم أخرى وطنية تأخذ وقتا طويلا والمحكمة الجنائية الدولية أو المدعية العامة كانت قد شرعت بدراسة أولية للحالة بشكل عام في الأرض الفلسطينية المحتلة في 16.01.2014 بعد إيداع فلسطين إعلان تقبل فيه بولاية المحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة أو على الجرائم التي ارتكبت منذ 13.06.2014 فإن عملية المحاسبة والمسائلة واردة ولكن في نفس الوقت علينا أن لا نفرط بالتفاؤل لأن هذه العملية عملية طويلة وتأخذ وقتا ولكن في نفس الوقت علينا أن لا نهمل عملية مراقبة وتوثيق الانتهاكات لأن هذا سيفقد الضحايا ويحرمهم من العدالة التي يتنخلها في يومنا إذن أستاذ تحسين عندما نتحدث عن الرصد والتوثيق إلى أي مدى بالفعل هناك اهتمام بهذا الجانب على المستوى الرسمي وعلى المستوى مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية مثل مؤسسة الحق وحضرتك أيضا مسؤول عن دائرة الرصد والتوثيق هل هناك بالفعل كوادر هل هناك رصد لكل هذه الانتهاكات المتعلقة على مختلف الأصعدة يعني سواء بحق النساء بحق الأطفال بحق حرية العبادة وجزء من الحقوق الإنسانية والمكفولة على المستوى الدولي وخاصة ما نشهده الآن يعني من حرمان الفلسطينيين من الدخول المسجد الأقصى وليس ذلك فحسب أنه الاعتداء عليهم داخل المسجد الأقصى بالتأكيد هناك متابع وكان الحدث الأبرز في السنوات القليلة الماضية هو الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي ذهب ضحيته أكثر من ألفين فلسطيني أكثر من ثلثيهم مدنيين أطفال ونساء كان لمؤسسة الحق دور بارز طبعا ليس فقط مؤسسة الحق مؤسسة الحق بالتعاون مع مؤسسات أخرى دور بارز في توفيق هذه الانتهاكات بشكل كامل وشامل في قطاع غزة حيث كان هناك مشروع مشترك ما بين مؤسسة الحق ومركز الميزان في غزة والمركز الفلسطيني في غزة وجمعية الضمير كذلك لتوفيق جميع هذه الانتهاكات ومن ثم إعداد ملف خاص بهذا الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ومن ثم إرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية لتستعين في المدعية العامة في الدراسة الأولية التي شرعت فيها في مطلع هذا العام ونقوم كذلك في مؤسسة الحق أيضا بإعداد ملفات أخرى لا تتعلق بما جرى في قطاع غزة فحسب وإنما بما يجري في الضفة الغربية حول جرائم مستمرة ترتكبها قوات الاحتلال تتعلق بالاستيطان وتتعلق بهذه المنازل وغيرها من الجرائم وسنقوم بتسليمها أيضا للمحكمة الجنائية الدولية وعلى الصعيد الرسمي كذلك كان هناك لدولة فلسطين جهود على هذا الصعيد حيث تم تسليم أكثر من ملف يتناول أكثر من جريمة وتحديدا فيما يتعلق بالاستيطان وفي مجمل الجرائم أو الملفات التي تم تسليمها للمحكمة الجنائية الدولية هناك 23 جريمة من بينها نقل المدنيين من أقليم المحتل من دولة الاحتلال الأقليم المحتل وجريمة الأبرتهايد وغيرها كثير نعم هي ثلاث ملفات ربما كانت مطروحة الاستيطان والأسرة والقدس أيضا عندما نتحدث عن القدس ربما يعني الضم الذي تدعيه إسرائيل للقدس الشرقية يعني حرمان سكانها أيضا من الحماية التي توفرها لهم معاهدة جينيف الرابعة بصورة مناقضة طبعا للقوانين يعني كيف يمكن أن يستغل أيضا هذا على المستوى القانوني؟ بالتأكيد نحن ننظر للإقليم الفلسطيني المحتل على أنه وحدة جغرافية وسياسية واحدة ولا يجوز تجزئاته ولا يجوز الاستلاء على أراضي الغير بالقوة وهذا محرم بشكل مطلق بالقانون الدولي على الرغم من أن الاحتلال من حيث المبدأ لا يحرم القانون الدولي إذا التزم بالمعايير الدولية وخصوصا القانون الدولي العام ولكن ضم الأراضي أو اكتساب أراضي الغير بالقوة هذا شيء محرم بشكل مطلق ويمكن أن يسأل عليه المسؤولين الإسرائيليين هنا فقط التوضيح نحن لن نتحدث عن دولة إسرائيل مسألة دولة إسرائيل أو محاسبة دولة إسرائيل ونحن نتحدث عن مسألة أفراد هذا ما تكون به المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم وطنية أخرى وهذا ربما يشكل صعوبة أكثر عندما نبحث عن أفراد مسؤولين لمحاسبتهم عندما تتحدث أيضا عن مؤسسات قانونية أخرى أو محاكم دولية أخرى هذا يقودنا أيضا إلى أهمية التوثيق نرجع على موضوع التوثيق وأهميته وعلى رغم مما ذكرت أنه يجب أن نتفائل كثيرا فيما يتعلق بالمحاسبة أو المساءلة القانونية لإسرائيل نتفائل بحيث أنه ليس في العاجل القريب وإنما قد تحتاج لكثير من الوقت لكن دائما كان هناك توجه من قبل وزاعة الخارجية في الصيني بأن يجب أن نكون مستعدون لتلك اللحظة وحتى هي طلبت أيضا من مؤسسات المجتمع الدولي ومن المؤسسات الحقوقية بتسليم هذه الأوراق التي تثبت جرائم الاحتلال أيضا في مؤسسة الحق كان هناك دراسة نشرت في مطلع العام عن الانتهاكات التي سجرت ضد الأم أو المرأة الفلسطينية أيضا كيف تنعكس كل هذه الانتهاكات التي تمارس بحق مختلف الفئات المجتمعية في المجتمع الفلسطيني وبالتحديد تؤثر على المرأة والأم الفلسطينية نعم هذه كانت تعالج التأثيرات الانتهاكات الإسرائيلية تعالج الدراسة أعني تعالج تأثيرات الانتهاكات الإسرائيلية على المرأة الفلسطينية بشكل عام وتحديدا هدم المنازل وغياب ما يسمى بلم الشمل الذي لا أطفق مع تسميته شخصيا وبالتأكيد فإن للمرأة حماية خاصة ليس فقط بوصفها مدنية وإنما كمان بوصفها مدنية بموجب القانون الإنسان الدولي القانون الإنسان الدولي يوفر حماية خاصة للمرأة بشكل مختلف عن بقية الفئات المرأة والطفل لهما حماية خاصة ما تعرضت له الفتاة شروق دويات أمس في المسجد الأقصى من اعتداء عليها من قبل مستوطن وإطلاق النار عليها بشكل مباشر كيف يمكن إبراز هذا العدوان أو هذا الاعتداء على مستوى المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية وأيضا التي تختص بالدفاع عن المرأة في أماكن الصراع للأمانة والصدق نحن حتى الآن لم نتابع هذا الحدث بسبب انشغالنا في أمور أخرى داخلية في المؤسسة ولكن بشكل عام نستطيع أن نقول أن الكثير من ما تتعرض له المرأة الفلسطينية والفلسطينيين بشكل عام نعم يصل لمستوى جرائم حرب وقد يكون مستوى الجرائم الإنسانية التي يمكن المحاسبة والمسألة عليها أستاذ تحسين كيف ترى ردود فعل المؤسسات الحقوقية الدولية نرى أيضا على المستوى العربي والمستوى الإقليمي هناك صراعات مختلفة هناك معاناة هناك جرائم حرب حقيقة ترتكب بحق المدنيين الأبرياء كما في سوريا كما في كثير من المدن العربية أيضا أين الفلسطينيين من هذا المشهد؟ ربما تراجعت قليلا تراجع الفلسطينيون عن الأجندة الدولية في هذا الموضوع لكن كيف يمكن بالفعل أن يكون هناك ردود فعل من قبل المؤسسات الدولية لأنه حقيقة لا نرى أي هناك صمت من المجتمع الدولي إذا ما يجي على الأرض الفلسطينية لوضع الأمور في نصابها حقيقة يجب أن ندرك دائما أن الأمر ليس قانونيا فحسب القانون وحق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام هو ليس الشيء البريء هناك سياسة تتدخل في كل مفاصل العلاقات الدولية المصالح تحكم هناك مصالح سياسية هناك مصالح اقتصادية تحكم الدول حتى لو نظرنا إلى نظام روما الأساسي أو المشكل للمحكمة الجنية الدولية فنرى أن هناك بعض الثغرات التي تمكن منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي الجرائم من الفرار إذا كان هناك اتفاقيات هناية بين الدولة التي يتبع لها المتهم ودولة أخرى تواجد على إقليمها المتهم هناك بعض الثغرات ولكن نأمل في المستقبل أن تتغير موازين القوى على الصعيد السياسي طبعا وأن يمكننا هذا من إعادة الانتباه لما يجري في فلسطين هذا ليس للتقليل من شيء ما يجري في بلدان أخرى مثل سوريا فهناك جرائم كبيرة ترتكب ويجب المسائلة والمحاسب عليها ولكن فلسطين هي دائما القضية المركزية ويجب أن تكون دائما في الصدارة نعم للأسف بالفعل يمكن هناك نوع من الإحباط تجاه هذا القانون الدولي أو حقوق الإنسان لأنه بالفعل على مر السنوات أو الوقود الماضية من الصراع على الأرض مع الجانب الإسرائيلي والانتهاكات المتواصلة وأيضا ما يشاهد الفلسطينيين تجاه ما يحدث أمام أعينهم لأشقتهم العرب وأيضا للأسف القوانين الدولية لم تستطع أن تحمي الأبرياء لكن كما ذكرنا في البداية يجب أن يكون هناك توجه هذا جانب يجب العمل به بالتوازي مع جانب الدبلوماسي والسياسي أيضا والشعبي على الأرض شكرا وجودك معنا الأساد المحامي تحسين عليات شكرا على كل هذه المعلومات ويسعد صباحك أهلا بك شكرا جزيلا مشاهدينا والآن لكل المهتمين بكلمة الفلك والأبراج نترككم مع زميلتنا ريمة المصري شكرا جزيلا